لما تحبت اخلاصي من عيسى الوزان استنضافي هتلك الناس بروفاشنال من الان بي سي تور من الان بي سي تور من الان بي سي تور يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض بقى جماعة تسجيل حل مدحان رقم 7 من كتاب الكوستون بانك شوف مع بعض بقى السؤال الاولاني بيقول ايه بقى يا جماعة السؤال الاولين طيب عينك على في بي لو سمحت وعايز اعلمك حاجة شايف شايف الفولتش ده يا جماعة اد الفولتش ده اد الفولتش ده طبعا يبقى دي حاجة عايزك بعدها تخلي بالك منها طيب هو عندي ايه لو طبقنا كي سي ال داخل اتنين امبير وخرج نصة امبير يبقى اكيد هنا واحد ونصة امبير لانت عارف ان ايه سممشن الكارنت ان بيسوي سممشن الكارنت ايه اوت او بتكتب سممشن الكارنت توتل اتنود ايكول زي ده ايه ده يا معدل الماثيماتيكال ريليشن بتاعت الكي سي ال اما الكي في ال سممشن الفي بي بيسوي سممشن الاي ار او سممشن الفولتش توتل في اللوب ايكول زيرو ده كي في ال ده بيتطبع على النود وده بيتطبع على ايه جماعة عن اللوب المهم طب ما تيجي نشوف الفولتش ايه دي بكامل واحد ونص فاربعة بكامل يا جماعة ستة فولت يبقى لازم الفولتش من ايه لدي من ناحية التانية اللي هو فيها في بي يطلع ستة فولتش طبعا الكارنت جاي كده قرفت من ايه من السهم ده يبقى بلاس ماينوس يلا شد خط من ايه دي وحسب لي بقى ها وانا جاي من عند ايه خبطت في ايه بوستر في بي طبعا ها فولتش ايه دي اصلا بيسوي كام ستة بيسوي يلا ها في بي ماينوس اتنين في تلاتة ماينوس ستة ودي الستة الناحية التانية يبقى في بي كامل ان شاء الله يا معها باثناشر فولت حد قال لي طب يا مستر انا عايز احلها بكيرشوف وبتاع انت حر طبعا حلها بكيرشوف كيفي ايل وبتاع هي هي وهتطلع صحه زي الفول بس انا كنت حابب احلها بالطريقة دي ووريك ان ايه ساعات الواحد بيقفل او بيضيع على نفسه حاجة تكون قدامه يعني طيب الجملة التانية كده انا فاهم ان الانجل بتاعتي تلاتين قولناها كتير يا جماعة اه دي الماجنيتك فيلد وادي الكويل يا باشا وادي البربنديكلي انت عينك عالزاوية دي هو بيديك الزاوية دي يبقى عينك شايفة زاوية كام تلاتين اللي ايه بين البربنديكلي والفيلد فبيقولك بقى التورك في الحالة دي اللي هو ايه كل ايه معها بيان ساين تلاتين بيقولك بيساوي الماجنيتك ضايب المومنت طبعا الكويل اللي ما يكون بارلل خلاص ماشا اوكي طب ما كده عيان مع عيان فكده ها النص بي بتساوي واحد يعني البي بتساوي كام يا جماعة واحد اتنين تسلا طيب الاجابة ها اتنين تسلا وهنا عايز البي بكام برضو سؤال على التورك كويس طيب وين شانت رزيستنس ديكريز ان اميتر احنا اقليلي جماعة ها لما الشانت تقل الريزيستنس توتل هتقل فيقيس كارنت اعلى فالرينج هيزيد فالسنستيفي هتقل فلما الريزيستنس توتل الى يلا يبقى الارر هيقل طيب الريزيستنس ديكريز والأرور decrease يبقى الإجابة increase, decrease, decrease, decrease طيب جمنا لبعض كده Which of the following properties of an object not directly affect the amount of infrared radiation they emit and absorb أي حاجة من دول مش بتأثر في السخونية يعني heat color ليه علاقة طبعا اللمدى maximum temperature temperature أساسي surface area ما هو ده اللي بيتعرض للأيه للتنبرتشير الreflectivity يعني اللي هي الإعكاسية ده الإعلاقة برضه بالتنبرتشير صح الجسم بيعكس أو بيعكس يا جماعة حسب أيه برضو درجة الحرار بتفرق معاه يبقى هي الإجابة إيه مع ها الماس هي اللي بيتعصدرش كتلة الجسم ما لهاش دعوة بالكلام ده كتلة الجسم ما لهاش علاقة بإن هي إيه تدخل في الإنفرارد طيب يا جماعة إحنا اتفقنا مع بعض دايما إن لو دي resistance بلاس ماينوس الكرن بيمشي منين من الهاي فولتج للإيه لللو فولتج وبالتالي بص كويس هتلاقي طبعا الإجابة الصح هاي فولتج لللو فولتج الباقي كله لأ يبقى الكهربا بتمشي منين يا جماعة هاي فولتج لللو طب لا إفرد يا ميستر جابلي قلناها قبل كده resistance وأميتر وهنا 12 فولت وهنا 12 فولت يبقى وإنت مغمض قرية الأميتر بكام بصفر لإن لو لا فيه potential difference ما كانش فيه current لولا فيه potential difference ما كانش فيه إيه جماعة current لازم يكون فيه إيه وتنشل difference عشان يتوجد current طب مسألة من المتحان التجريبي كان نزل قبل كده straight metallic wire of length L cross sectional area 10 mm square and the resistivity of material كذا connected to battery كذا and a zero internal resistance find the magnitude of the magnetic force أنا وإنت عارفين إن ال-F بتساوي build وال-I ممكن تتفك V على R وال-R ممكن تتفك رو ال-R E L over A وتروح ال-L مع ال-L يعني ال-F هتساوي ساعدتها جماعة بي في V في A على رو A بص كويس هتلاقي ال-B اهي هتلاقي ال-A هي هتلاقي ال-R resistivity اهي هتلاقي ال-V اهي هتلاقي ال-V اهي point eight تمام جبنا الفورس خلاص يا جبعة طب السؤال التاني what happened to the magnitude of the force when wire diameter is double يا جماعة wire diameter is double زي radius double طب وانت عارف ان ال-Area تحت السلك pi r square اذا diameter او radius double دي بالArea زادت كم مرة اربع مرات دي بالArea زادت كم يا جماعة اربع مرات ادي هو دا كده دا يريكي مع F ال-F دا يريكي مع A دا زادت اربع مرات يهو دا هيت كام اربع مرات increase four times اللي جابة كام مع ها C طب the current induced in a loop of wire increase at zero point A one six ampere per second بقى دا delta i على delta t the loop has self inductance كذا ال L وهذا the potential difference across the loop late كام كام تطلع كام ما تطلع دي تطلع zero point zero eight eight جما دا دا السؤال كويس على planx curve اللي هو ما بين و lambda اللي هو قلنا جماعة lambda maximum one على lambda maximum two بتساوي t2 على t1 دي اسم طيب تعال نشوف كده دي كده lambda maximum بتاعت x دي lambda maximum بتاعت y دي lambda maximum بتاعت z z y x يا جماعة مين اعلى واحد في lambda maximum x يبقى اقل واحد في z اكبر من y اكبر من زد اكبر من y اكبر من x z اكبر من y اكبر من x اهو السؤال اللي بعد كده سؤال حلو جدا وعايز تركيز بقى جماعة هو رسم علاقة بين v b minus v وال i طيب السؤال هنا بقى جماعة مين v رأية الفولتوميتر مين هنا قبل اي حاجة جماعة عايزين نتعود الله يبرك لكم في المسائل اللي زي دي او حتى اي مساعدة تجيلك بص كويس البطارية موزعنا في ساعة على مين r واحد و r اتنين و r تلاتة يعني r واحد و r r اتنين و r 3 دا الاصل طب لما يبقى حولين battery و r رايتم بقى تستوي ايه vb minus r واحد هتسوي ايه جماعة vb minus r واحد ده ده v طب لما هو هنا رأس ما بين vb بص vb minus ها minus vb plus r واحد على i ده ده الاصلوب يا جماعة كده ما هو الاصلوب بيسوي ايه بص معي vb minus v ادي الvb اهي minus v الvb هتروح مع الvb وال i مع ال i بقى مية جماعة r واحد يبقى معها واجه على قلب ده كله عشان نعرف ان الاصلوب ايه 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 ار واحد ليه العوض عادي عادي جدا زو حاطت في ال y اكسس حاجات ما عادة شوية طيب in the opposite electric circuit if the intensity that passes in the circuit in case of closing the switch يبقى ال i close is greater than current وهو open by نص امبر يبقى اي close بتساوي اي open زائد نص طب اي close لما كون ده close دي جماعة دول بخمسة يبقى الاي بتساوي ها هتساوي على كام خمسة واحد ونص كام ستة ونص بيساوي برضو ها وهو open الخمس عشر هتتلغي يبقى سمعة ونص واحد ونص كام على تسعة زائد نص طيب لو ضربنا جماعة في تسعة لو ضربنا معدلة كلها في تسعة يبقى تسعة في بي على ستة ونص بيساوي في بي زائد تسعة لتين كام اربعة ونص مش بنا ضربت التسعة عشان اطير دي مش اكتر بس يعني طيب وبعدين ودي بالماينس نحة تاني هي ما وديها بالماينس نحة تاني وتطلع كام بقى ان شاء الله تسعة على ستة ونص طلعت يا ما كام خمسة على تلات تاشر في بي بيساوي اربعة ونص وبالتالي اربعة ونص ديفايد لانسر تطلع احداشر بوين سبن تطلع كان بالزبط جماعة احداشر بوين سبن دي مين دي دي البطارية السؤال برضو جديد وكويس وحلم طيب هنشوف الجملة اللي بعد كده جملة رقم 11 طبعا معروف ان عمل ازاي واسع في الاول وبعد كده ايه دي وطبعا كل ما الدنيا بدي يا جماعة كل ما الدنيا اين اكير فطراما هو بيقول في السكند او في التاني ان الاجابة ايه طب ليه عشان دي دي ايه الحتة او القسم يا جماعة طراما احنا بنقيس في القسم دي بقدر ايه ده بالنسبة لل ام ميتر او اعطونا ده عكس بتاع ال ام 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 اللي ابتدى دي وعلي ايه وسع يعني دا كده للأم ودا كده خطوى ام طيب لترانسفير 80 كيلو اوم كيلو وات الهي من جنرات فكتور دستان اثنين كيلو متر من اكابل افرزيستان 0.1 اوم او اكيلو متر is used كده طب يا معا الباور بيساوي في اي يبقى 80 طب بيساوي ربعمية في اي يطلع اي بكام ماتين امبير امبير يا جماعة طب نجيب الباور باور او او احنا ما جدناش الريزيستانس هتساوي اه الواحد كيلو متر في اتنين كيلو متر في اتنين ليه اتنين قلنا كتير معهما سلكين تطلع كام دي اربعة زيرو بوينت فور يبقى ايه الباور لوس بيساوي ها متين سكوير في زيرو بوينت فور يطلع واحد ستة ترت صفار واحد ستة تلت صفار ايه معها وط طب عايز نسبة ايه ده قد ايه البريساوي بواحد ستة تلت صفار على تمانين تايم ستين تايم 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 كام دي معها عشرين في المية ده اول طلب البريساوي بتايم الباور لوس طب افشنسي بتايم تايم طلب يا جماعة نسبة الضياع المية طب البريساوي بعت الفولتش دروب الفولتش دروب اللي هو ايفي بتسوي ايفا ار يعني 200 في 0.4 هيا مع 200 في 0.4 ستطلع كام اا لا دي 200 في 0.4 80 طب ايه البرسانتج عبارة عن كام 80 على 400 يعني 8 على 40 8 على 40 بطل 20 في المية يعني الاجابة 20 في المية 80 في المية 20 في المية بالنسبة بقى جمعنا السؤال رقم 13 جايب لي وهو عايز 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 ايه مع ايه طيب طيب احنا كان عندنا قانون بيقول يا معا ان الامف ماكسوم اللي هي ان اي بي نبوي على الافرج في هاف سايكل اللي هي اربعة بي اي ان اف فتروح الاف مع الاف والبي مع البي والا مع ال اي والان مع الان ودي تبقى اتنين يعني يا معا ايكل ها باي على اتنين بتساوي ها بي اي ام اف اي ام اف اي اف اي اف اي اف افرج طيب انت عندك الماكسوم بمتين على الافرج بيساوي كام هيا مع باي اوفر تو وبكده وبكده بحزب بسيطة يا معا الافرج بتطلع كام 400 على باي تطلع مية سبعة وعشرين وشوية يعني يا معا الاجابة سي الاجابة يا معا هتطلع ايه هتطلع سي طبعا كان ممكن نحلها بالقانون التاني اللي هو يا معا ان الامف افرج بتساوي ها الماكسوم في 5 7.5 في ساين ثيتا اتنين مينس مينس ساين ثيتا 1 على ثيتا 2 مينس ثيتا 1 القانون ده يا معا احنا بنحل بي تمام وبالتالي ممكن كنا نحل بي السؤال ده لكن كده تمام والاجابة 127.27 طيب هنا بقى in the opposite electric circuit three identical electric bulb are glowing التلاتة منورين وينذا السؤال حلو جدا لما المفتاح يتقفل اللي هيحصل لللمب ايه طيب تعال نشوف مع بعض اجبا لو عملناها ودينا دي واحد ودي السلكة فاضية تاخد واحد ودي السلكة فاضية تاخد واحد هتلاقي ان اللمبة ايه يا جماعة عند الجنبين بطاقة ايه كوي وانا لسه قيل من شوية لو وقعت عند نفس مفيش كرنة هيعدي فيه وبالتالي طبعا اضاءة ووسؤال حلو الصراحة على حد فاهم وفاهم ان ما فيش كهرباء تعدي غير لما يكون فيه هو سؤال كويس طيب هنا يا جماعة احنا قلنا دايما بنتعامل معها ونجاتف بوستف تمام كده فالبوستف كده ها ده كده جماعة ايه اللي هيحصل ها هيعدي لكن النيجاتف ما له مش هيعدي تمام هو عايز ايه بقى عايز يعرف فهتبقى طبعا يبقى الاجابة اللي هي بي ليه بي لانه زي المطلق هيعدي ومش هيعدي فيبقى مفيش 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 وكده ده يسمي مع العملية دي اسمها وعلى فكرة دي بتحول من لإيه اللي فده ينفع يستخدم في والتشارجينج ليه بقول كده في الامتحان لو جيه قلف مين اللي بيحول اللي ما بينفعش للحاجات دي اللي ينفع للحاجات دي يبقى مين يا معا الديود او اللي ايه البي انجنجشن طيب the fixed standard resistance in the ohmmeter انتوا عارفين معا ال ohmmeter galvanometer r-septa r-v بطارية two terminals وهنا بتتركب ال Rx طيب ال R دي بتعمل ايه هما الاتنين دول مع بعض بيعملوا ايه يا جماعة بيخلوا protect the government against high current طبعا increase the range لا decrease the error اه اسمعني بقى كده increase the range of measurement لا decrease the error برضو لا هي protect the government against high current دورها انها تعمل كده بتخليني اوصل لاخر ال pointer وتخليني اوصل لاخر ال pointer without any r add بتساعدني في ده يبا هي بتحمي الجهاز فعلا طيب هنا عندي silk محطوط بزاوية 40 مع الفيلد عندي i عندي tool silk عندي لكل جهاز صدقة السELL сказ لك يبقى how ある هو عايز يبقى 4000 اخر على Will describe it 2 0 point 20 40 سين كم يا جماعة? اربعين. هتطلع كم? زيرو فونت ريتو دي. ليه حط لها بوانا جماعة معين طول السلكة خمسين سنتيه? هو قال لك ايه? ايه? وان ميتر. يبقى عايزها لكل متر. نشوف بقى اللي بعديه يا جماعة. مين يا جماعة يتحكم في عادة الجريبت؟ قناة الجريبت جماعة عندها نيجاتيبتي. ها بتعمل ريبولشن مع الالكترون. لو النيجاتيبتي عالية يبقى الربولشن هيكون عالي. هيعدي عدد اليه. فاضاءة الشاشة هتبقى اليه. والعكس بقى. دي مين دي معها? الكريد. طيب بعد كده سؤال رقم تسعتاشر. هل لديك؟ نشوف من الشاشة؟ العديد ناشاء. في الن تايب سيليكون كريستر في الن تايب. هي zip The concentration of free electrons A. ايه? تمام طيب يعني الجملة دي راح لانها كتير قوي تطلع 48 خلاص اي حد حل المتحانة اللي بها تتخذ باله ان احنا خدنا الفولتج عملنا دي مش عارف محفوظة في كل امتحان فايش داين ضاع فيها وقت طيب فولتيميتر كويل 5A 100 اوم تمام سكيل ديفيجن ماجر 0.1 فولت يعني الحتة الواحدة جمعة في السكيل ركز بقى معي كانت ب 0.1 هو عايز يخليه يحول له جهاز فولتيميتر الاكبر حتة الواحدة بواحد فولت طيب رم بتسوي ايه جمع القوانون متاعها V مينس V جي على اي جي اي جي اللي هي ايه بقى جمع اي جي كل ايه في على ار V على ار بتطلع تطلع اربعة خمسة زيرو زيرو اوم طبعا دي تحط ال ايه ان سيريوس الاجابة دي بقى انت كده عندك ريزيستنس بخمسمية وصلت لها ريزيستنس ار ام اللي هي اربعة اي خمسمية ليه لو بصت علاقة دلوا بعض ايه جمع بص كويس كده يعني V بتسوي عشرة في جي يعني الفولتاج بتاع الحتة دي في جي ده كده في لما ده يا جماعة يبقى قدي ده عشر مرات يبقى انا محتاج دي قدي دي كم مرة تسعة خمسة في تسعة بكام بالرقم ده خمسمية قضي في تسعة بالرقم ده تاني هو قال الحتة كان بزيرو كوينت وان بقت بوان ده معنا يا جماعة ان ال V اللي هيبقى هنا في الاخر هيبقى دي الرقم اللي هنا اللي هو الفي جي عشر مرات طب لما V بتسوي عشرة في جي V اللي هو ده يا جماعة بيسوي عشرة في جي يبقى انا محتاج هنا كامها تسعة قد دي عشان يبقى عشرة فبالتالي حلتها بالقالون وحلتها عادي بوارده ايه بالطريقة دي هتمنى اكونوا فهمتواها بالاتنين يعني طيب بيقولك ايه بقى في اتنين وعشرين طيب 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 الجهاز يماعة اللي بيشوف ال weaves بيقولك ايه. خلينا نقول ان ايه فيه موجة دخلة. وعايز الايه الاوتوت. كده يا ماها ها. ده كده الاولي ده جماعة لما يخش هنا مش هيعدي. وبعدين النجدف لما يخش هيعدي. هيعدي. بالاجابة مية مع ها. دي. اعتبر ان الاسمة دي جيفن يعني. اعتبر يعني ان الاسمة ده دي جيفن ونقصه. برضو جماعة دي جملة متكررة حلناها قبل كده في اول امتحان تاني من امتحان. فيريد ترجعولها بفيش ده ينحلها يا سهل يعني. ترجع الب vigilervة. لابد ان اعتبر ان الاسمة ده تغير تصبح قليل المعالوجهي الامتحان. ده ماشي لكن دي كمان اجابة صحة صحيح اللي بتقوم بكده اكتر اللي ايه الستاندرد السابتة يعني هو في الامتحان ده عايز يقول لنا اللي السابتة بتحمي والفاريبل بت ايه بتادجست تمام؟ لكن انا بقول لك الاتنين اسمهم مع بعض ايه لو جي قال لك دور بقى الستاندرد رزيستنس لهم الاتنين مع بعض بيعملوا حاجتين يا جماعة بيخلونا نوصل لاخر السكيل وبيحموا الجهاز من الهيه طيب 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 تمام. بعد كده. at the following figure the temperature ده مكرر جماعة. لو السؤال تعلين نجل اللي احنا سنقابلين من شوية. ده سؤال مكرر. the charge carrier in the semi conductors are الاثنين جماعة. the charge carrier in the semi conductors are الاثنين. هنا جماعة الكرمت اللي داخل جاي من البطارية i. جاي هنا حصل له برانش دخل هنا اتنين على خمسة i. شايف ال resistance دي ودي قد بعض. يبقى اتنين على خمسة i ده هيتقسم المصين. يبقى واحد على خمسة i. براية الاميتر واحد على خمسة i. يعني i على خمسة. يبقى الكرمت اللي دخل معها هنا خلاص اتقسل لايه جزئين قد بعض. يعني اسمنين يا مستر ان هم غزئين قد بعض ما ال resistance قد بعض. اتنين واثنين. طيب نشوف بقى جماعة الجملة اللي بعديها. جدلا كلمة full scale deflection. ابقى احنا كده نرسم بقى الله يكراري مكو تستعمل اقصام اقصار. عايزي حوله اميتر افتو مجر واحد امبير يبقى انا عايز ايه شنط تخليه اس واحد امبير ممكن نحلها بالقانون عادي مع ار شنط اكوال اي جي ار جي على اي مانس اي جي لان عندي كل حاجة وممكن لا نفس الكلام عندي هنا رزيست تلاتة تلاتين بيخش لها زيرو كون زيرو وان امبير عايزي حول الفولتوميتر بايس ايه خمسة فولت يبقى اخر حاجة بايسها خمسة فولت يبقى سهل يا جماعة برضو نعملها الفي توتل على الاي توتل خمسة على زيرو كون زيرو وان تطلع خمسمائة ما ينس منها تلاتة تلاتين يبقى اربعة ستة سبعة يبقى الاخت دي اربعة ستة سبعة ان سيريس يبقى انا عايزة اربعة ستة سبعة ان سيريس اهو طب هنا سهل برضو عما نضرب ها الزيرو كون زيرو وان حلق من شابتر وان تلاتين ها الزيرو كون تلاتين يطلع كامل زيرو بوين تريد ثري وهنا زيرو بوين تريد ثري طيب واحد ماينس يطلع تسعة زيرو كونت ماين ناين هنا كده زيرو كونت ماين ناين طيب اشان تكامل دي هتطلع جماعة تلت الارشانت الارشانت هتطلع تلت اون طبعا ما فيش في الاختيار التلت فخلي دي جماعة مسلا تلت امبارلل اهي ونختارها وخلاص بس خليها تلت مش تلتاشر يعني ودي تلت برضي طيب طيب التورك بيفضل ايه جمعان ها? التورك بيفضل ماكسوم. value in the electric motor. due to use ايه بقى? ايه بيخلي التورك ماكسوم يا جمعان? احنا لو حطينا قوي الواحد هنستدنا نصف سايكل عشان يجي ماكسوم. لكن طبعا لو استخدمنا ها سيفرل قائل بتوين ايه ايكوال انجلز هنبقى كل شوية بناخد ايه تورك ماكسوم. وبالتالي الاجابة مين يا مع ايه? طيب ايه 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 اكبر من تمبريتشور واي. the ratio of the total radiation energy. يعني الانرجي ديريكلي مع تمبريتش. تمام? الانرجي ديريكلي ايه ambassador لانه انرجي اكس س Serajal ايه ايه الالكترون عما وهو قاعد جوه الاتوم بياخد ايه طاقة الانيرجي ليبل بياخد طاقة مين عماها الانيرجي ليبل كل الالكترون واخد طاقة الليبل بتاعه طيب for any circuit قلناها قبل كده فانتحان رقم واحد تقريبا اي circuit عماها عدد الانون بيبقى عدد الايه الاكوشن number of unknown number of equation شوية جملة متكررة ايه طيب لو اتنين في المية من ال circuit دخل في الجلف اتنين على مية من ال i هو ده ال i g وال i s طبعا ها 98 في المية من ال i فالشنط resistance قد ايه طبعا اها اتنين على مية i for r g بتسوي 98 على مية i i for r s هتروح ال i مع الاي والمية مع المية ويبقى اها مع اتنين r g بتسوي 98 r s اتنين r g على 98 يبقى ايه g على تسعة واربعين r g على كم يا جماعة على تسعة واربعين منين جبت الكلام ده يا مستر عادي i for r equal i for r مع بعض يا مم يبقى i for r فوق بتسوي i for r تحت طيب when increasing the current in tennessee in the primary coil the induced current generated in the secondary coil is طيب السؤال ده لو ما خدتش بالك من كلمة انجر increasing يبقى هتتوقف عنده لان احنا قلنا جماعة ان current لو زاد في او زاد ده معناه ان هيكون ايه يحاول يقلل ده يعني يعني لكن لو قل او قل قل قلنا هيكون ايه اللي هو ممكن تقلل و بالتالي ده معنى الجملة وبالتالي ده معنى الجملة طيب in the opposite figure three identical land طيب و internal resistance r when the switch is is closed which of the following statement is a correct for a luminous of the bulb b طب مع سؤال هو اولا قبل قفل المفتاح ركز معايا كده كانت الكهربا بتمشي في جزء اليميه يعني كانت ال resistance اتنين r لما نقفل المفتاح هيبقى اتنين r يعني اقل من r يعني ال resistance total ده معنى ان زاد يعني زاد وركز في الكلام ده اسمه اللي هو الجهد الضيع جوه بما ان في r صغيرة يعني ال v external والمخصص لللمس برة l تعالوا بقى نشوف الجملة الصحة ايه هتبقى الاجابة c هتبقى الاجابة ايه معها c it decrease due to the potential difference between the terminal of the battery يعني ايه يعني اللي هو المخصص لبرة l وبالتالي اضاءة الايه ال b هتل سؤال تسعة وتلاتين بقى بيقول ايه مع in the opposite figure the reach between the magnetic flux dynasty at a point x على y طب ما هو مع bx على b y بتسوي ايه انت عارف ده straight wire يعني القانون بيقول i mu على 2 by d فال b وال d ما لهم مع اندرس يبقى هتساوي distance y على distance x distance y الي هي كام 2 d distance x الي هي كام d راح ادي مع d إذا تطلع الرشو كامع مع 2 to 1 الاجابة دي هي كامع مع 2 to 1 40 بقى بيقول ايه the opposite diagram represents a closed electric circuit ماشي so which of the following represents a component x that make the pointer of the voltmeter deflexer 4 طيب كلام جميل في رسالة جات لي لازم اراها صح فاكرين ارش صغيرة بصفر يبقى ايو ارش صغيرة بصفر يبقى الفولتج بتاع الحتة دي كلها بعشرين ويبقى الفولتج هنا بستاشر الفولتج بكام يا جماعة بستاشر طيب 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 لما قاري يا جماعة خدت اربعة فولت انا عايز حد ياخد ايه قدها اربعة مرات الستاشر اقد الاربعة اربعة مرات يبقى اربعة مين يا جماعة الاربعة الاربعة اه اه اعطي هنا اربعة ويبقى خلاص المنضوع ايه ما ها اتحل هي دي الايه الصح بي فولتميتر ايه ما ايه ما منركب لها فولتميتر من جواه عنده هاي عشان يسرق كارنت اليل النهاردة فيه مثلا ستة امبير جايين كده ويه تلاتة اوم المفروض ان التلاتة جاي لها ستة يبقى خلاص الفولتج هيبقى بتمانتاشر بس الكلام ده مصح لان الفولتميتر ركز بقى معايا هيعمل ايه هيسرق حبة فيبقى ايه ما سيخش 5.9 فتلاقي ايه الاربعة 17.9 وفيه 0.1 امبير اتسرق عشان الفولتميتر يشتغل يبقى كل ما بعت الجهاز ده يا جماعة تكتر كل ما يسرق يبقى الاجابة ايه بقى يا جماعة وزدرو يعني يسحب وزدرو يعني ايه يسحب والتالي اجابة سي طيب 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 بطيب ضدلت الدرعات بتاعة الايه بتاعة البوتر هو اللي بيخليه يا جماعة يكمل في اتجاه واحد ويغير ايه بقى احنا قلنا الكميتاتور لان الكميتاتور بيعكس الكهربا كلها في سايكت فبالتالي بيلفي في اتجاه واحد ده المؤثر فعلا دي يعني الجملة دي حللناها برضو قبل كده يا معا عايز عايز دايرة بحالة ما بتعديش الدي سي وبتعدي الاي سي بقى دي معملها غلط في المودة الانسر دي يا معا ليه دايرة رل سي كاملة وعندها كاباستر ببيعديش الدي سي وبالتالي هي الصح طيب ويتش او دفورانج ماتيريالز ايه ايه از سيمي كوندكتور السيليكون يا معا معروف ان السيليكون الجرمانيوم دول اللي احنا اخدناهم واشتغلنا عليهم في سيمي كوندكتور طيب دول جروب من الكاباسترز كل واحد اتنين مايكرو فراد متوصلين بمصدر ستين فولت يبقى هنا ستين وهنا ستين وهنا ستين واتنين مايكرو فراد واتنين مايكرو فراد ايه مع السيريوس يبقى يبقى واحد مايكرو فراد عايزين يجيب كيول كل فرع لو عملناها ستين على واحد يبقى ستين مايكرو فراد ايه كل طيب لو عملنا ايه جبنا كيول توتل بتسوي سي توتل في في توتل ها ده بستين هيا معا فوق واحد وتقفى النص واحد وتحت واحد يبقى كدهم سيريوس يبقى ها يبقى ثلاثة مايكرو في الاول ها هيطلع كان مية وتمانين مايكرو كولو طيب في البارل اللي كيوب تتقسم يا جماعة على ثلاثة تطلع ستين مايكرو كولو ايه واحد تقسم الكيوب في السيريوس زي الاي يا جماعة الكيوب في السيريوس ما لها سبتة نفسه كيوب تاني الاجابة اي يا جماعة ستين مايكرو طيب بكده احنا خلصنا الامتحان ده ده الامتحان رقم كام يا جماعة سبعة ان شاء الله بالليل بإذن الله نمسك المتحان التامن نحله ونشوف افكاره ايه اتمنى الناس يبقى مواصبة عن الموضوع ومش متأخرة واللي متأخر يحاول ايه يجبنا عشان من اول اللي انتحان رقم حداشر سيادتك تحل بأديك شوية وبتدي تحل بأديك مش لازم تعتمد ان انت تتفرج بس ربنا هيوفاك ترجمة الاشتراك في القناة